مرة أخرى ترهن الحكومة أي تقدم باتجاه مشاورات سلام شاملة في اليمن بتنفيذ اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر من العام 2018 برعاية أممية هذا بالتحديد ما جدد التأكيد عليه وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه الاثنين المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن السفير بيتر سيمينبي معبرا عن استياء الحكومة لأن تنفيذ هذا الاتفاق تأخر كثيرا بسبب استمرار تعنت الحوثيين ورفضهم المتكرر لاحترام وتنفيذ موافق عليه أمام العالم ولم يكشف عن طبيعة المهمة التي يقوم بها حاليا المبعوث السويدي واكتفت وكالة سباء الرسمية بالقول إن لقاء وزير الخارجية مع المبعوث استعرض آخر تطورات عملية السلام في اليمن يأتي ذلك فيما تحقق بعثة الأمم المتحدة لدعم الاتفاق بقيادة رئيسها الجديد الجنرال الهندية بهيجيت جوها تقدما بطيئا في إنجاز نقاط الرقابة الأربع على طول خط التماس بين الطرفين المتقاتلين في مدينة الحديدة والتي يؤكد الفريق الحكومي بأنها ستسهم في تفعيل عملية المراقبة على وقف إطلاق النار من جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة وتتوزع النقاط الأربع على طول خط التماس وتبدأ عند الكيلو 16 مرورا بالمثلث القريب من المطاحن ومدينة الصالح بالإضافة إلى نقطة المنظر القريبة من المطار جنوب غرب مدينة الحديدة وقد تآخر إنشاء هذه النقاط لمدة شهرين بسبب تغيير رئيس لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ومنذ وصوله إلى الحديدة يشرف الجنرال جوها على إنشاء هذه النقاط حيث اضطر إلى سلوك طريق طويل للوصول إلى الكيلو 16 للإشراف على إنشاء نقطة الرقابة الثالثة هناك وذلك تفاديا للألغام التي زرعها الحوثيون في شارع صنعاء الذي يمر وسط مدينة الحديدة وفي ذات المكان سجلت البعثة الدولية خرقا خطيرا لوقف إطلاق النار حيث أطلق قناصة الحوثيون النار على جنود اللواء الأول عمالقة ما تسبب في استشهاد جنديا وإصابة اثنين آخرين وبحسب المصادر الحكومية فقد تم تسجيل أكثر من عشرين خرقا لوقف إطلاق النار معظمها يهدف إلى تعطيل جهود البعثة الدولية في إنشاء نقاط الرقابة والحيلولة دون تحسين كفاءة الآلية الأممية لوقف إطلاق النار ترجمة نانسي قنقر